لطالما غنت السيدة فيروز لجبال لبنان الخضراء وتغنت بجمالها وصلابتها وعنبرها والعنبر اللبناني ليس بأي عنبر فهو الأقدم في العالم عمره 130 مليون سنة وكنز علمي لا يثمن نجده في أكثر من 450 موقع يعود إلى العصر التبشوري الصفلي العنبر هو صمخ نباتي متحجر فإذاً بس كون في عندي هالنقطة الصمخ بتقع من الشجرة بتقع بالأرض وبتنتمر بسرعة بواسطة التراب أو الماء أو شيعة كابة حتى يحفظها من الأكسادة الخارجية لتحول العنبر بدأ على الأقل مليون سنة لأنه في قسم من المكونات تبعيتها بدأت تتبخر ويصير في عندي تصلب للمواد الباقي بقلب لا يتحول العنبر أهمية العنبر اللبناني له أهمية كثيرة هو الأقدم بالعالم ويعطي بكثرة بقاية حيوانات متحجرة من وقت اللي يتكون فيه من 130 مليون سنة أهمية العنبر اللبناني أنه تكون في مرحلة اختفاء بيئة ونشوء بيئة جديدة أي مع ظهور النبات المظهر خصوصاً أنه يحفظ داخله حقائق علمية تساعد على فهم التنوع البيولوجي التاريخي والتحولات المناخية يعني الحقبة اللي تكون فيها العنبر اللبناني هي حقبة مفصلية منلاقي فيها يلي أجد شيء من الحشرات المنقرضة من العائلات الحشرات المنقرضة يلي كان بنتمون للبيئة الأديمة أقدم شيء من الحشرات يلي بنتمون للعائلات الجديدة فإذاً هي حقبة مفصلية أنا في من خلال أدرس التطور كيف كان وكيف صار وفي عندي عائلات أو جروبات كاملة من هالحشرات مش موجودة غير محل بالعالم كله سوا إلا عنهم بلبنان منهم حشرات منهم عناكب أو أكاري أو بعض الأحيان كمانا بعض الفقريات مثل آية أو بقايا ريش داناصور أو ريش عصافير وهذا بتساعدنا نفهم التطور اللي صار على صعيد الحشرات وكيف حتى كمانا البيئة تطورت لأنه كل حشرة عادة تنتمي لبيئة محددة وبتدلني على المناخ وبتدلني عرطوبة وبتدلني على الحرارة اللي كانت موجودة حوالي وهذه دي أهمية العنبر لبناني للأسف ما عنا محل نحطه لهالعنبر لبناني نحفظه نحفظه بطريقة علمية ليش؟ لأنه هون ضرورة يكون في عنا متحف للتاريخ الطبيعي يلي هي مؤسسة أساسية نقصتنا بهالبلد ضع صيط العنبر اللبناني في أرجاء العالم فأغنى المجلات العلمية وزين الطوابع وأبرز من جديد دور لبنان الريادي في إغناء المعرفة البشرية وكشف الحقائق العلمية التي طال البحث عنها من قبل العلماء والباحثين موسيقى 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 موسيقى